جني شايف إزاي أداء النادي الإهلي والتغير الدراماتيكي في أداء النادي الإهلي دوري المجموعات وما بعد دوري المجموعات تحديداً المايل ستون يعني زي ما بقوله الحاجة الفاصلة اللي هي مباراة سن داوينز طيب خلينا نتطفق في البداية زي ما قلتم حراك هنا من فترة قلت لك إن الأهلي أداءه ما كانش سيئ في البطولة الأفريقية تعادل أمام سن داوينز والهزيمة المفاجأة أمام الهلال السوداني هناك في السودان خلت الناس تشعر أن الأهل سيء في البطولة الأفريقية لكن الأهل لو فتفرجنا على مبارات الهلال هناك في السودان الأهل ليس سيطرة مبارات سندون زينا 2-2 الأهل مضيع ضرب الجزاء وليس سيطرة ومضيع عدد كبير جدا من الفرص فتاقن طبيعي أن الأهل أو الناس شايفة أن الأهل مستوى مهتز لكن هي النتائج ما جاتش على قدر المستوى الأداء وبالتالي الناس شافت أن الأهل فرصته بيجي لكن لما بيجي نتكلم بنتكلم عن الحاجات القدرية أطهر الطار بيضيع ضرب الجزاء بيجي لك بعض العناصر لكن البطولة دي في مجملها تحسب لشخصية إدارة النادي الأهلي اللي تعلمت الدرس جيدا من الموسم الماضي حتى في تصريحاتها قبل المباراة النهائية بمعنى يعني تعلم الدرس بمعنى الموسم الماضي الأهلي أمام الوداد المغربي في نهاية أفريقيا الأهلي مخسر شكورة فقط الأهلي خسر تشتيت كان فيه تشتيت من إدارة النادي الأهلي مباراة واحدة على ملعب الوداد وإخناقات والحكم وبنتكلم عن النفوذ المغربي في الاتحاد الأفريقي فالإعلام كله مسيماني والإدارة كل الاتجاه كان في فكرة أن الأهلي رايح هناك يدغلي المره دي الأهلي عمل إيه؟ ركز قفل على نفسه ما حدش تكلم على التحكيم ما حدش تكلم على النفوذ المغربي ما حدش تكلم عن أي حاجة ما حدش تكلم على الأجواء الجمايرية هناك كل الكلام كان على فكرة إحنا نقدر احنا نروح هناك احنا الاهلي احنا نجيب اي بطولة من اي مكان في الدنيا وبالتالي شوفنا ده كله انعكس على اداء اللعيبة محدش تكلم على تسيمة كان فيه مشاكل على تسيمة حتى الاهلي ساعتها عمل حركة حلوة بعد مباراة الزئاب البعض خرج عشان يأجج الموقف ويشعل الفتنة ما بين الوداد والاهلي قالك ده الاهلي هيشكو الحكم كان الحكم من المغربي تقريبا لكن جزائري مباراة الزئاب هنا كان ليبي كان ليبي معتز الشلماني قالك هيشكو الحكم ومش عارف هيشكو الوداد وهيعمل كده قصص كتير جدا ما اصلاح نصولنا برضو يعني حاجة ما انزل الله بيا من سلطان طبعا طبعا ده الاهلي ده الاهلي وعشان كده بنقول ان الاهلي مدرسة بيتعلم من اخطاقه دايما بيشوف هو عمل ايه ووصله لفين وبيرجع يشوف اخطاقه وبيرجع يتعلم الدرس فلما تعلموا الدرس المراضي وده مش عيب جدا في الادارة ان انت تشوف اخطاقك وتصححها وصل ان النادي الاهلي في وقت اللي كان الناس كلها بتتكلم ان الاهلي خارج السياق وخارج البطولة ان بيوصل للمباراة النهائية وبيقدم افضل اداء يعتبر قدمه الاهلي على مدار مشاركاته الافريقية في اخر خمس سنين مثلا لكن المباراة مبارح ما كانتش بالمستوى المطلوب وهكذا المباراة النهائية مش لازم يكون مطلوب منك المستوى لكن مطلوب منك التركيز اه مطلوب منك التركيز والهدوء وده حصل في الشوت التاني لما دفع قلر بالناس اللي هي عندها خبرات الهدوء السلية وافشة بعكس طبعا شفنا كان في تانشانة وعصبية على اداء حمد فتحي ويحسن الشحات في الشوت الاول لكن بشكل عام الاهلي يستحق الاهلي سابق بكتير جدا عن اقرب منافسي سواء اداريا او عدد البطولات على مستوى الانجازات على مستوى الفروع بتتكلم الاهلي مدرسة ادارية ومش بنيقول كده مجاملة للنادي الاهلي ولا مجلس ادارة بتقول كده الواقع هو اللي بيقول بصده الارقامة هي اللي بتقول كده